لم تفلح زيارة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى أقليم كردستان في حل حالة الأزمات العالقة بين بغداد وأربيل فالكرد ماضون بمشروع الاستفتاء فيما سيبقى مصير كاركوك مجهولاً إذا لم يقدم أحد الطرفين تنازلاً يرضي به الطرف الآخر عبيد الشريف وتفاصيل الحراك السياسي في إقليم كردستان تصعدت وتيرته بعد سلسلة من التجاذبات السياسية في كاركوك حيث جاءت زيارة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى الإقليم التي تأكد فيها رفض بغداد استفتاء الكرد المزمع انطلاقه قريباً فيما تواردت أنباء بزيارة القيادي الإيراني قاسم سليماني إلى محافظة السليمانية الذي لم يعلن عن نتائجها حتى اللحظة يعني للأسف مجلس محافظة كاركوك ولكتلة واحدة تنفرد وتقرر وألمح وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى رفض غير مباشر لخطوات الكرد في إجراء استفتاء يمهد لاستقلالهم عن العراق فيما أشار الجعفري أن الفيدرالية لا تعني ضعف الثقة بل أنها تعني تعزيز الثقة فالمجتمعات المتعددة التكوين تضعف فيها الثقة ويأتي النظام الفيدرالي ويعزز الثقة بين مكونات الشعب هذه المسألة هي مسألة وطنية إنسانية قومية قانونية ليست لها أي علاقة بالأحزاب ما تتحجج به بغداد ليس إلا لتخفيف هذه المسألة وتبيان أن القيادة الكردية غير جادة حاول مسألة الاستفتاء والاستقلال وإنها ورقة ضغط تستخدم ضد بغداد وإلا هذه المسألة لم تكن حزبية أبدا بنجاته كان لرئاسة الإقليم رأي آخر فقد قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم في معريض حديثه نحن نريد أن نفهم من الأخوة في بغداد ما هي الفلسفة التي تبنى عليها الدولة هل هي النظريات المتواجدة في برامج الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية في بغداد أم هي فلسفة الدستور وإذا تحدثنا عن الفدرالية فهل هناك مؤسسات فدرالية في العراق؟ مسألة استقلال كردستان لم تكن أبدا مسألة بهذا الضيق كل الأحزاب الكردستانية تحمل في أنظمتها الداخلية وفي شعاراتها أو تتبنى مسألة الاستقلال وتبقى الساحة السياسية العراقية على ذات النسق المبنية على التجاذبات والإشكالة السياسية في خضم الفوضى التي تعيشها البلاد منذ عام 2003 وتبقى التساؤلات في طي الطرح هل سيجري الكردستفتاءهم؟ وما هو مستقبل كاركوك في ظل هذه الآزمات؟ وهل سنشهد اجتماع توافق وطني آخر بعدما باء السابقات منهم بالفشل؟ لقناة الفلوجة عبيد الشريف